طيب الموضوع التاني وده موضوع متعلق بمشاركة بعض لاعبي نادي الزمالك في الدوري المصري رغم ان كان فيه قرار بيقافهم بعد احداث مباراة دوري التسعة وتسعين الاهل والزمالك والكلام على السوشيال ميديا كتير اوي في الموضوع ده والناس ممكن ما تكونش عندها المعلومة وإحنا ببينينا برنامج جيل تريند دايما مهتم جدا باللي بتكتب على السوشيال ميديا فيه حاجات محتاجة اشرحها للناس انتبع عارفة ايه الخطوات اللي تم اتخاذها خلال الفترة الاخيرة وايه المتوقع خلال الفترة الجاي او الاجراء اللي هيتخذ خلال الفترة الجاي اول حاجة النادي الآلي طبعا مستمري في هذه القضية والقضية منظورة امام مركز التسوية والتحكيم والآلي لما رفع هذه القضية هو رفعها مش بهدف مصلحة شخصية فقط لا ده انت كمان بتبقى حريص على تطبيق نظم المسابقات واللوايح بشكل كام جدا وانك بتسعى للالتزام بتطبيق هذه اللوايح والانضباط في لويح المسابقات خلال الفترة الاخيرة وده شيء مهم جدا وانت بترفع اي قضية او لك شكوى في موضوع معين لان في النهاية اي نادي بيتضرر من اي قرار هو في النهاية بيحاول يسعى الى العدالة او اتحاد الكرة اللي بيدير المنظومة في النهاية هو مهم جدا ان هو بيطبق العدالة طيب الموضوع ده عشان الناس تبقى عارفاه بما ان الموضوع لسه لسه فيه مناقشات ولسه فيه جلسة قادمة ولسه الموضوع خلاص داخل يعني في مراحله الاخيرة لان الناس بيتسألوا فاكرا ان الموضوع انتهى منذ شهر خمسة لا علوكم بالضبط تسلسل الاحداث حصل ازاي يوم 13 ابريل صدر قرار من لجنة الانضباط باقاف تمال لعيبة من نادي الزمالك وغرامة 100 الف جنيه لجنة الانضباط بعد هذا القرار تم حلها وبقاش فيه موجود لجنة الانضباط في اتحاد الكرة يوم 2 خمسة لجنة الاستناف او ما بين قصير لجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشرباجي اجتمعت وقررت تأييد العقوبات فاصبحت القرارات هنا نهائية بتاريخ 2 خمسة من بعدها بالمناسبة لجنة الاستناف ما اجتمعتش وما فيش اي مذاكرات حاولت لها من وقتها طيب بعد كده حصل ايه يوم 16 خمسة بعد احداث هذه المباراة اتحاد الكرة يوم 16 خمسة ارسل للنادي الاهلي خطاب رسمي بيقوله يوم 26 خمسة الصعر باع العصر في ملعب السكة الحديد المباراة الفاصلة بين الاهلي والزمالك في دورة 99 اذا الاهلي عنده خطاب رسمي بتاريخ 16 خمسة ان في مباراة فاصلة يوم 26 اذا البطولة لم تنتهي طيب يوم 25 خمسة فجائنا بعد 4 ايام اتحاد الكرة بيدي موافق النادي الزمالك على مشاركة عدد من اللعيبة اللي تم ايقافهم من ضمنهم مثلا سيف فاروق عفر ان هو اداروا يلعبوا مباراة الدرجة الاولى وكانت مباراة طلاع الجيش يا اولى المباراة اللي ممكن يسمح لهم بالمشاركة هل الكلام ده لان دورة 99 خلص؟ لا دورة 99 لسه شغال ولسه في مباراة فاصلة يوم 26 خمسة وده بناء على الخطاب اللي اتبعت يوم 16 خمسة نركز التواريخ لان التواريخ دي لها معاني مهمة جدا في القرار المنتظر من مركز التسوية والتحكيم طيب النادي الآلي بواحد وعشرين خمسة بعد الاتحاد الكرة بيقوله انت ازاي ديت موافق على مشاركة لعيبة ولسه المسلم بتاع دورة 99 مخلص لان المادة الخمسة الفقرة التانية من لواحي المصابقات بتقول ايه ايقاف اللاعب عن المشاركة في نفس المسابقة الموقف فيها اذا انتهت المسابقة ولم تنتهي فترة العقوبة فان الاقاف يستكمل في المسابقة الاعلى المصاعد لها اللاعب وبالتالي شرط احتساب الاقاف هنا لازم يكون في مسابقة 99 واول ما تخلص ولسه الاقاف ما انتهاش بتكمل فترة الاقاف فبالتالي انت 99 لسه ما خلصت لسه في مباراة فاصلة يوم 26 خمسة بناء على الخطاب اللي انت بعته يوم 16 خمسة فبالتالي بتدي موافقة زي ان هم يشاركوا يوم 25 طيب اتحاد القرى رد على الاهل وقال له لا انا قرارت صحيحة والاجراءات سليمة وكل حاجة طيب 24 خمسة فجئنا تاني يوم يعني الاهل اللي بعت 21 اتحاد القرى رد 23 يوم 24 اتحاد القرى رد وقال ايه تأجيل مباراة الاهل والزمالك لاجل غير مسمى هل انت لما تبعت جاوب 24 تأجيل المسابقة لاجل غير مسمى انت كده بتأكد صحة المشاركة لا لان انت قبل ما تدي موافقة بالمشاركة يوم 20 انت يوم 16 باعت ان المسابقة لسه ما خلصتش وان في مباراة فاصلة يوم 26 اذا القضية ما زالت مطروحة وما زالت موجودة في مركز التسويق والتحكيم وخلال الايام القليلة القادمة هيكون في قرار منتظر من خلال هذا الموضوع لكن مش هدخل في تفاصيل اكتر لما نشوف الايام القادمة هتصفر عن ايه لكن هذه القضية وبخلال هذه التوريخ والارقام اللي ذكرتها لحضراتكم كل شيء موسق بخطابات رسمية وبالتالي الاهل ما زال مستمر في قراراته بمسألة الطعن على مشاركة هؤلاء اللاعبين في مباراة الدوري العام مباراة طلاع الجيش ومباراة الجونة في الدوري العام طيب ده الامر المتعلق بمشاركة بعض اللاعبين وانا انتظر قرار التسويق والتحكيم خلال الايام القليلة القادمة اشتركوا في القناة